تترقب إسرائيلي للرد الإيراني المحتمل أو المرتقب وإن شئت قل المتأخر كما يراه البعض أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واتع نطاق عليها في حين سرعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدرين مطلعين أن تقييم المحدث لجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يشير إلى أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ردا على غطيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران ومن المرجح أن تفعل ذلك في غضون أيام تقرير أكسيوس القد ضوء على أن التقييم الاستخباراتي الجديد يلفت إلى أن الهجوم قد يأتي قبل محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل مما قد يعرض المفاوضات للخطر ومع ارتفاع مخاطر تصعيد تضغط دول عربية وغربية لإنجاز هدنة في غزة تفاديا لرد الإيراني أو توجيه ضربة استباقية إسرائيلية قاتلة في الفترة التي تسبق اجتماع الخميس لتجد المنطقة نفسها أمام إما هدوء ما بعد العاصفة أو هدوء ما قبل العاصفة لا أحد يعلم فيها من البادئ